اشتركوا في القناة المرور بان المادة 46 من قانون المرور تعاقب كل من مارس احد انشطة النقل العام بدون ترخيص بالحبس لمدة تصل الى 6 اشهر وغرامة تصل الى 1000 دينار او باحد هاتين العقوبتين واكدت الادارة العامة للمرور الاستمرار في ضبط هذه المخالفات والتي تعد اضرارا بقطاع النقل العام واصحاب مركبات النقل العام المرخص لها وايضا عدم التهاون مع اي مخالف للانظمة والقواعد المرورية مع الاستمرار في حملات انفاذ القانون بجميع المحافظات وما يتم رصده من اماكن تجمع مرتكبي هذه المخالفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الموصلات والاتصالات المعنية باستار تراخيص وسائل النقل العام طبعا مخالفات نقل الركاب بعجر بدون ترخيص تعتبر مخالفة لاحكام مادة 46 من القانون وهي ممارسة احدى انشطة النقل العام بدون ترخيص الانشطة المحددة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر بحد ذات هذه المخالفة ضرارا بالمصلحة العامة من خلال تأثير مباشر على قطاع المواصلات العامة طبعا العقوبة اللي نصعت عليه المادة 46 تصل للحبس لمدة 6 شهر وايضا القرامة اللي تتصل الى 1000 دينار او بحداهتين عقوبتين وهذه تعتبر من المخالفات اللي لا يجوز التصالح ليدار فيها يعني لا يمكن نهائها صلحا في اليدار العام المرور ويتم حالة الى جهات القضاء المختصة واليدار العام المرور اكيد لن تتهاون وستستمر في انفاذ القانون ورسل هذه المخالفات ورسل ماكن تجمعهم واتخاذ فيهم جرات القانونية اللازمة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا